مبادرتنا مستمرة كل يوم فكرة هاي الفكرة بتكون من أسئلة الكتاب الفخمة اللي يجب إتقانها من قبل الطالب اللي تم شرحها سواء عندي في المنصة أو في المراكز أو في المدارس أو أنت قرأتها في الكتاب وحسيت حالك مش منظم أمورك فيها طب تعال خلينا من منهاج كولينز نتقن كل أفكاره بالذات الفخمة اللي زي هي من خلال شرح بسيط لإله بس بأكد كل يوم فكرة استفيد أنت من هاي المبادرة وخلي صحابك يستفيدوا منها هاي مبادرة راح تكون مجانية على اليوتيوب والفكرة الرئيسية منها الأسئلة اللي غير مفهومة اللي أغلب الطلاب بفكر حاله خلص يعني أنا بعيد السؤال ثلاث مرات هيك أتقنته أنا حفظت الأرطام استوعبت الطريقة لكن فعليا أي تغيير في هذا السؤال ممكن يغير لك كل التفكير ومنطلق القوانين اللي أنت بدك تستخدمها خلينا نحكي في الموضوع بشكل مباشر يركض عداء في مضمار دائري طول نصف قطره مئة متر بسرعة ثابتة مقدارها سبعة متر لكل ثانية وهي السرعة على المضمار الدائري قائد بتحرك وحندخل على التفاصيل كمان شوي يقف صديقه على بعد مئتان متر من مركز المضمار جد معدل التغير بين العداء وصديقه عندما يكون المسافة بينهما مئتان متر صراحة في هاي الحالة أنا حاب أحكي معاك في موضوع بسيط جداً ألا وهو شو الأساسيات اللي بتلزمني مشان أحل هذا السؤال الموضوع مش بس موضوع إنه والله السؤال هاد بدنا نحله إحنا بدنا نعرف أي تعديل عليه كيف بدنا نتعامل معه أول شيء بدنا نحكي عنه هو المضمار الدائري بي حكي عنه السؤال وبدنا نفهم هل التغير للمضمار عم بكبر عم بصغر ولا التغير على المضمار ليش لأنه لو التغير بالمضمار كامل ساعت أنت بتحكي عن مساحة في أر تربية أو عن محيط اللي هو تو في أر لكن بما إني أنا عم بتغير على جزء من هذا المضمار فبدنا نحكي عن الشغلات الثابتة والشغلات المتغيرة بما إني عم بركض على المضمار نفسه فبدأ أكد لك إنه نصف القطر هون ونصف القطر هون رح يظله ثابت يعني المنطقة اللي ركض فيها العداء لو سميناها المثلا اللي هي لينكس قطعة من الطول تبع المحيط وهاي نصف القطر رح يكون مية ما رح يتغير يعني ركض هون وصل هون وصل هون وصل هون نصف القطر للدائرة هاي هو ثابت وسيبقى كما هو اللي عم بتغير معاي هو قطعة من هذا المحيط قطعة من هذا المضمار الدائري وهاي القطعة تسمى طول القوس طول القوس طبعا قانونه للي بعرف هو ثيتا بالريديم مضروبة بي آر فبأكد كمان مرة طول القوس يساوي ثيتا المتغيرة اللي هي الزاوية اللي موجودة على منطقة الحركة هاي وطول المضمار اللي ثابت وقيمته دائما مية اللي هي تمثل نصف القطر في هذه الحالة وهي دائما ثابتة منأكد أنا بركض على قطعة من المحيط مشان هيك أنا لن أستخدم قانون المحيط كامل ولن يتغير هذا المحيط زي ما فيه جزء من الأسئلة البقعة اللي بيتمجد زي هيك بتصير تكبر 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 مساحتها بتكبر محيطها بكبر إحنا ببساطة محيطنا ومساحتنا ثابتين أنا اللي عندي متغير هو قطعة من القوس طيب أستاذ حط اللي هذا على الجنب هاي المفهوم الأول شو المفهوم الثاني؟ المفهوم الثاني هايو برضو موجود أمامك أنا عندي صديق لهذا الشخص عم بلقف على بعد ميتين متر من مركز المضمار يعني من هون لعند صديقي أنا اللي موقف هون المسافة كاملة هي ميتين متر طيب يا أستاذ ماشي شو هالقصة العظيمة؟ أنا بقول لك شو القصة العظيمة؟ هاي الميتين متر مقسومة لجزئين مية داخل الدائرة اللي هي نصف القطر هايو إنت ببساطة عندك نصف قطر هذا نصف القطر قيمته مية وهو مقدار ثابت وفي عندي مية برا نصف القطر فهون في عندي كمان مية هذول هم مجموع الميتين يعني بالعربي للآن أنا المعلومات اللي عندي في عداء أمبركود هون على الال وفي عندي صديق يقف هون وفي عندي مسافة بين مركز المضمار والصديق ميتين متر طيب ماشي أخذنا هدول بعديها السرعة الثابتة المقدارها سبعة متر اللي بتحركها سميناها قبل قليل ال إذن دي ال على دي تي يساوي سبعة متر لكل سانية الوحدة مش مهم كتابتها لكن المقدار تبعها مهم هلأ هاي الال على رسمتي للآن هي عم بتزيد وأنا عم ببعد زي هيك كل شوي الال عمتك برا أتركها موجبة أمامك طيب يقف صديقه على بعد ميتين برضو هيها موجودة أمامك من مركز المضمار جد معدل تغير المسافة بين العداء وصديقه هنا مربط الفرس تعال المسافة بين العداء وصديقه بين هون وبين العداء أوك ماشي شو الشكل اللي مرسوم هون اللي بدنا نكتب له قانون يجمع بين هاي المعطيات اللي للآن موجودة رح تقول لي يعني هذا الشكل هيك مش واضح بقول لك معك حق هاي ميتين متر وهاي عبارة عن مسافة بين العداء وصديقه لكن اللي بقدر أقول لك إياه إنه هاي برضو مئة متر وبما إنه هاي كمان مئة متر لما نسكرها هون نقدر نحط هون كمان مية فصار عندي مثلث غير قائم الزاوية ما عندي أي معلوم إنه قائم الزاوية وكل ما تحرك العداء هاي الثيتة رح تتغير فهذا المثلث رح يكون عبارة عن مثلث له زاوية متغيرة وله هون ضلع متغير هلأ بدي قانون يجمع بين هاي المعطيات وبين المطلوب فاللي نعود للسؤال مع بعض ونبدأ بعدها بسم الله أول معلومة حكيناها دي ال على دي تي تغير سرعة ركضه على المضمار بالنسبة للزمن قيمته تساوي سبعة هاي أول معلومة المعلومة الثانية يقف صديقه على بعد ميتين استنتجنا منها هذا الضلع إنه ثابت ما رح يتغير صديقه ما رح يتغير نصف القطر فرح تضل المسافة هاي ميتين برضو هون كمان في مية لأنه نصف قطر كل اللي ضايل علي الآن أكتب ما المطلوب معدل تغير المسافة اللي هي اس سمناها إحنا قبل قليل بين مين ومين بين العداء وصديقه هي المطلوب إذن المطلوب يا حبايب الجلب هو دي اس على دي تي بالدياني ألاقي وحاكيلي عندما تكون المسافة بينهما ميتين بين مين ومين بين العداء وبين صديقه يعني لما الاس تساوي ميتين طبعا هاي لا تعوض غير بعد الاشتقاق لأنه أنا المسافة بتتغير ممكن تكون خمسة عشرة مية ميتين تلات مية ربع مية خمسمية بتتغير لكن في اللحظة اللي صارت فيها ميتين هون إنت بتعوض فبعد الاشتقاق أعطونا يا حبايب القلب قانون يجمع بين هذه المعطيات الموجودة والمطلوب راح تقولي القانون اللي بيجمع بينهم يا أستاذ هو قانون الجيوب التمام أستاذ شو يعني مش فيه ثاغورس لا المثلث غير قائم يا الزاوية إذا بدك تستخدم قانون جيب التمام شو قانون جيب التمام؟ الضلع المقابل للزاوية الضلع المقابل للزاوية تربية اللي هو S تربية يساوي الضلع الأول تربية اللي هو ميتين تربية زائد الضلع الثاني تربية اللي هو برضو مية تربية ناقص اثنين ضرب الضلع الأول ضرب الضلع الثاني في كوساين الزاوية بينهما يعني هاي ضرب مية وهون ميتين وهون بدنا نكتب كوساين الزاوية بينهما مشان نقدر نشتغل على هذا السؤال طلع هون لما أحط لك إياها بالأحمر بدي أوضح لك إنه هاي الزاوية متغيرة هون وأنا عندي كمان الاس متغيرة الباقي عبارة عن أرقام ثابتة بقدرها سأطلع جوابها من أول السؤال لآخره فلنبدأ بعدها بسم الله هاي استربيع تساوي ميتين تربيع شفوي أو على الآل الحاسبة هي أربعين ألف مية تربيع شفوي أو على الآل الحاسبة زي ربعها يعني هاي صفرين من الأولى وهاي صفرين من الثانية فهي عشرة آلة اثنين في مية ميتين في ميتين هاي كمان أربعين ألف فهي ناقص أربعين ألف وهي عندك هون كوساين الثيتا اللي موجودة أمامك طب بعد هيك أستاذ شو بدنا نعمل إذا رتبت برتب لحالي مش لأنه عليها علامات زي إيش أستاذ والله يبدأ جمع هدول مع بعض تفضل هاي هاي يا عمي الأربعين ألف بدي أجمعها مع العشرة آلاف صارت خمسين ألف إذن كمعادلة ارتب شوي من اللي كنا كاتبينها من ناحية التنظيم المعادلة اللي رح تجمع بين المطلوب اللي هو استربيع هذا هو المطلوب المطلوب هو المسافة بينهما هاي استربيع يساوي هون خمسين ألف ناقص أربعين ألف كوساين الزاوية ثيتا طب بعد ما كتبنا هاي المعادلة شو بدك مني بدي أشتق بالنسبة إلى الزمن مشان أربط المعطيات مع المطلوب فلينبدأ بالاشتقاق مع بعض شو اشتقاق الاستربيع يا أستاذ بكل أريحية اشتقاق الاستربيع هو اثنين اس رح اكتبها بلون مميز مشان ما تفكروها خمسة هاي اثنين اس دي اس على دي تي ولا تنسى انه هدفي الرئيسي ايجاد هاي دي اس على دي تي هي المطلوب فهاي الجهة بدي أحاول اني أخلص من الأعداد اللي فيها مشان أوجد قيمة دي اس على دي تي طيب يا أستاذ ماشي على الجهة اليمين شو بصير يا أستاذ مشتقة الثابت صفر مشتقة عدد ضرب اقتران وبتقدر تكتب موجب أربعين ألف من أولها أنا عارف لكن هذا بخلي العدد وباشتقل اقتران اشتقاق الكوساين يا حبايبي هو سالب صاين نسخ الزاوية وأماني لا تنسى ضرب مشتقة الزاوية دي ثيتا على دي تي رح تيجي تقول لي طيب ممتاز خلصنا اشتقاق إذن بقدر استخدم اللحظة الزمنية اللي هي محل الاس شو بنا نعوض ميتين بقول لك ممتاز إذن هون صرنا نعرف انه في عندي أربع مية اللي هي اثنين في ميتين دي اس على دي تي يساوي سالب أربعين ألف وإذا بتحب مباشرة سالب مع سالب موجب تكتبها الآن هدا قرارك ما في مشكلة هي سالب أربعين ألف مضروبة بيسالب من هون واللي أنا مش عارفه كم ساين الثيتا للآن طبعا مش عارفه وكم دي ثيتا على دي تي رح أقول لك تعال نرجع شوي نيجي هون قبل شوي بالشرح حكينا لك انه قطعة من المحيط لما نركض عليها اسمها طول القوس وهي طول القوس قانونها ثيتا بالريديان لازم تكون مش بالدرجات يعني لو عندي خمسة وأربعين درجة بقلبها طاي على أربعة بغض النظر ثيتا بالريديان والعار اللي موجودة هون وهي ثابتة دائماً 100 إذن يلا نبدأ كيف بدنا نطلع دي ثيتا على دي تي رح أقول لك اشتق الطرفين هون دي إل على دي تي تساوي 100 دي ثيتا على دي تي طب يلا قسم عمية اقسم عمية بتقول لي ليش بقول لك لأنه دي إل على دي تي سبعة هيا دي إل على دي تي سبعة إذن بكل أريح هي هون رح أكتب له سبعة على مية تساوي دي ثيتا على دي تي أستاذ خلينا نكتبها سبعة بالمية أكيد يجوز لكن لو تركتها سبعة على مية هون في عما اختصارات مع الاصفار العالي موجودة هون بدك تتركها سبعة بالمية زي هيك برضو ما في أي مشكلة هلأ ضايل عندك ساين الثيتا صراحة ساين الثيتا بدك تشتغله بطريقة مرتبة وضخمة وفخمة وانت قدها أذكرك مش اشتقينا هلأ يا جوز شرعا بدل اس تربيع نكتب ميتين تربيع طيب يا أستاذ الجهة اليمين شو فيها يلا تفضل خمسين ألف بدام هاي صار بيقدر أعوضها انتهى الاشتقاق خلصت أنا في اللحظة هاي بدي الساين قديش في اللحظة هاي بدي الكوساين قديش إذن أنا ببساطة يا حبايبي هون عندي خمسين ألف ناقص أربعين ألف في كوساين الزاوية ثيتا إذا لقيت كوساين الزاوية ثيتا أكيد بقدر أحل هون الصاين بكل أرياحية على المتطابقة الأم أو مثلا ممكن أعرف إنها زاوية مشهورة مثلا نص سعيتها والله يا عمي مدام الكوساين نص هديك جدري ثلاثة اثنين وبخلص فإحنا هون وظيفتنا إذا بعرف متطابقات ممتاز وإذا بعرف الزاوية أحسن كمان لكن يلا هاي الميتين تربيئة رح تصفي أربعين ألف على الجهة هاي تساوي هاي خمسين ألف هون ناقص أربعين ألف مع كوساين الزاوية ثيتا هلا أنا بدي وصل لهاي طيب امسك هاي جيبها لعون بتصير ناقص خمسين ألف صف عندك سالب عشرة آلاف يساوي سالب أربعين ألف مع كوساين الزاوية ثيتا بعد هيك أستاذ اقسم على سالب أربعين ألف جد؟ بدي أحركك طب كيف؟ طيب ماشي قسمة ونصيب يلا منرجع من عيدها هاي كتابة هاي أحلى سالب أربعين ألف وهاي أحلى سالب أربعين ألف قسمة راحوا هدول يا حبايبي مع بعض صار عندي هون أربع صفار بيروح مع أربع صفار السالب مع السالب موجب هاي واحد على أربع يساوي كوساين الزاوية راح تقولي طب أنا شو استفدت لما طلع كوساين الزاوية إنه كوساين الزاوية يساوي ربع طب ما أنا هون عندي بدي ساين الزاوية ما بديش الكوساين بقول لك هانت مش ساين تربيع الزاوية زائد كوساين تربيع الزاوية يساوي واحد رح تقول لي أكيد منعرفها من إحنا صف عاشر طب هاي ساين تربيع الثيتا زائد واحد على أربعة الكل تربيع الهير كوساين يساوي واحد يعني ساين تربيع الثيتا يساوي واحد ناقص واحد على ستة عشر ما الواحد تربيع واحد والأربعة تربيع ستة عشر توحيد مقامات سريعة أو باستخدام الألحاس بهذا قرارك ستة عشر ناقص واحد رح يصفي خمستاش على ستة عشر طب كيف نتخلص من التربيع أستاذ نوخ الجذر لا يا موجب يا سالب الجذر تبع الخمستاش على ستة عشر وبتقدر مباشرة تكتب جذر الخمستاش على أربعة الجذر يوزع على القسمة طب فوق ما إلها جذر بس تحت إلها جذر أستاذ أي أهمل السالب ليش بدك تهنيل السالب هل في أي معلومة عن الموضوع بأي ربع لا هل أنا مثلث ولا دائرة اللي عم بركض عليها راح تقول لي والله دائرة طب شو الفرق المثلث والله زوايا مجمعها ممنوع تتجاوز المئة وثمانين فبفكر بموضوع الزاوية وأحمل هاي ولا أخلي هاي بس أنا هون وأنا ببعد زي هيك الزاوية موجبة وأنا باقترب زي هيك الزاوية راح تصير سالبة عم تصغر الزاوية يعني بتظلها تكبر للمئة وثمانين بعدها بتصير تصغر الثيتا هاي هنرجع عليها إن شاء الله نعرف نرجع عليها صراحة هاي ها بسم الله أنا هون عندي الزاوية وهي بتتحرك بتحرك بتحرك وصلت لهون صارت مئة وثمانين كبرت هلا بعدها بتصير الزاوية هنا تصغر 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 عبين ما تصفر مرة تانية فمشانك راح أخد العفوان الصينين القيمة الأولى للصين راح أحط أو القيمة الثانية في اجداءة تعبك فيها ولا التعبني فيها بتعكس الإشارة مباشرة يعني إذا واحدة موجب الثانية سالب وخلصت هذا الموضوع على خير يلا كنطلع معانا أستاذ جذر الخمسطاش على أربع طب أستاذ بعد هيك شو بدي أساوي بس علي الاختصارات يلا نبدأ أنا عندي المسألة هايها أمامك هاي أربعمية دي أس على دي تي اللي أنا بدي ألاقي يساوي هون سالب فيه سالب موجب هاي أربعين ألف وبجنبهم جذر الخمسطاش على أربعة وبجنبهم سبعة على مية ليه نبدأ هاي مية مع أربعة أربعمية شيل أربعة تصير واحد وشيل صفرين بيضل عندي مية إذن ببساطة يا حبيب القلب هاي عندي هون مية اقسم على أربعمية اقسم على أربعمية رح يروحوا صفرين مع صفرين فرح يضل عندي هون جذر الخمسطاش فوق ضرب سبعة تقسيم أربعة وهاي أحلى دي أس على دي تي في الحالة الأولى وأنا جاي زي هيك هاي راح تكون موجبة وفي الحالة الثانية سالب سبعة جذر الخمسطاش على أربعة لما يكون راجع زي هيك بتصير تصغر مع الزاوية فبتصير سالب وهي كل أفكار هذا السؤال ضخم ويستحق إنك تتقنه ولا تنسى إنه بجنب هذا السؤال في الكتاب موجود QR كود رح يوريك الحركة اللي موجودة هون إذا حب أنت تفهم ليش أنا رسمت لك إياها مرة موجبة ومرة سالبة يا حبيب القلب مبادرتنا مستمرة تحت عنوان بسيط جدا نجاحك نجاح أمي كل فكرة ممكن أفهمك إياها في يوم من الأيام رح تفيدك أو تدعي لي فيها وهي أجمل ما في الموضوع سلام عليكم اشتركوا في القناة